طيب أكبر مكافة خدتها كم من النادي الأهلي؟ بطولة الدوري لعبت فيها كم مباراة؟ لعبت حوالي هي كان زمن 20 مباراة بنلعب لعبت 18 تعريق 18 ده 18 ده اللي هو بقى كل مباريات أعلى حاجة 1800 1800 ده سنة كم؟ بتقلي 87 87 آه احنا برضو كنا بطلنا فيها طيب انت شايف الوقت شهدات الصمار شهدات الصمار كلها صلفة بعد 6 أشهر عشان ما تتصرفش فيها طيب انت يراك الوقت في أسعار اللعبين اللي موجودة على الساحة بص امش بحيبش اخارن بوقتي او وقت البعض لا لا انا نكلم بصفة عامة يعني بص طالما كل وقت وليه البورسة بتاعت وليه شروفه نعم وليه ملابساته كلها ما تتفي معاك ورتم الحياة تغير وبقى كل فيه حاجات كتيرا بس مش اقول لي احنا كناش بناخد لا 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 الموضوع دوت دي حاجة ودي حاجة اه دي حاجة ودي حاجة بس انا بقولك الاسعار اللي هي مبالغ فيها دلوقتي طول عنها ايه؟ على مصر ولا برا؟ نتكلم على مصر نتكلم على مصر نتكلم على مصر في مشكلة عندنا كبيرة جدا الأرقام غير حقيقية لسبب الأرقام دي ما بتتنفحش كلها اوه يعني تلاقي نادي ميزانيته مثلا سيق 100 مليون مثلا حلو بيعمل تعقدات بـ 200 مليون اوه أرقام كبيرة وعلى الورق كبيرة مع مجموع من اللاعبين يعني لو بنتروح اتحاد الكرة شوف كم من الأواضي بتاعة اللعيبة المرفوعة المرفوعة لو مفيش أواضي الأرقام دي شو يتمقى موجودة؟ لو انت بتنفذ تيجي مسلا نادي معين مش عايزة اسخر نادي بعينه يعني عليه كم من المخالفات والأواضي اللعيبة العيب ونادي لو اللوايح بتتطبق صح النادي ده هيجي بعد كده مش اتعقد غير باللي معاه طبعا لكن لما بعمل أرقام غريبة جدا يعني عشان اللاعب ما يروحش النادي دوت أعليله السعر والسعر ده مش معايا بديله جزء وبتدي بيجيلي سبونسرز يجيلي بتاع وفي الآخر ما بتبقى ضردشت فالمبلغ ده كله بخش في قضايا بخش ده بيحصل كتير جدا مع أندية كتير يعني ما عمش في تحاد الكرة فيه أواضي كتير جدا في تحاد الكرة اللعيبة رفعة على أندية وفيه أندية صغيرة برضو عليها أواضي السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين الفترة اللي فاتت دي إيه السبب فيها من وجهة النظرة لا أندية معاها فلوس ما بتديش للعيبة كل فلوس ما هو خلاص واللعيبة بيرضى يعني أنا فيه أندية بتعمل فيه من نفسه بين أندية على مين مكسب كسب أكتر وجاب لعيبة أكتر طب هل الأسعار دي تساوي فعلا اللاعبين اللي بيتخدوا من الأندية؟ لا لا بس ده واقع هنتعمل معاه نعم يعني لما جي صلاح محصن يتنقل من الأنبي للأهلي باربعين مليون ناس إيه ده؟ الرخم ده هي برصة موجودة اللي معاه بيشتري كله بيعني نادي الأهلي نادي الزمالك لأندية كبيرة عايزة تعمل أحسن حاجة عشان بتلعب على بطولة ايه بس أنا المسأل بقولك على قد الحافق من درجليك يعني أنا ما عنديش وروح أتعاقد مع العبين وبعد كده خش في متاهات وخش في القضايا وخش في كلام ده كله ما ينفعش برصة ما عشان أقولك على حاجة عشان اللوايح ما بتطبقش كويس لويح لويح بتطبق كويس والنادي بتخصم منه نقط والنادي بتخصم منه ايه اقاف فبش عارف ايه بعد كده لازم هزبط هزبط البورسة